التشاؤم يضغى على كبار الاقتصاديين في العالم خليط من التباطئ والركود والتشرذم يسود أجواء الاقتصاد العالمي فالحرب الروسية في أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع والتضاقم الذي يضرب الجميع وسيلون من قرارات رفع الفائدة كل ذلك يدفع لا شبه إجماع بين كبرى المؤسسات على خفض التوقعات المستقبلية محذر اجتماع الاحتياط الفيدرالي الأخير يكشف عن توجه نحو زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال الشهرين المقبلين بما يتسبب في فرملة النشاطات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة لينتقل إلى دول أخرى من جانبه قلص معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى النصف معتمدا على تشديد السياسة النقدية الأمريكية والغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الإغلاقات في الصين بسبب تفشي كورونا المعهد المختص بالتدفقات المالية رجح انخفاض النمو العالمي إلى 12% من أصل أربعة وستة أعشار في بياناته السابقة بينما ذهب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إلى أبعد من ذلك عندما عبر عن خشيته من ركود عالمي واسع مالباس يتخوف من تأثير حرب أوكرانيا على أسعاره ووفرة الغذاء والطاقة والأسمدة مستشهدا بالتباطئ الحاد الحاصل حالي للاقتصاد الألماني صندوق النقد الذي سبق أن خفض توقعاته لنمو العالمي خلال الشهر الماضي يساوره القلق من خطر الركود العالمي كما ترى مديرته كريستالينا جورجيفا أن الأحداث خلال الأسابيع الماضية تشير إلى تخفيضات جديدة لهذا النمو هذه التوقعات أوردها قبل الجميع كل من دوتشيبانك وغولدمان ساكس حينما أشارا إلى احتمالية انكماش الاقتصاد الأمريكي جراء رفع الفائدة مع تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا وتزايد معدلات التضخم يقترب الاقتصاد العالمي شيئا فشيئا من دخول نفق الركود إن لم يكن قد وصله بالفعل اشتركوا في القناة